35 مليون ليرة سورية قيمة مشروع إصبعيات السمك الذي يتطلع به مجلس بلدة العتيبة إلى جانب مشروع تربية النحل ومشاريع زراعة الأشجار والقمح وغيرها من المشاريع الزراعية الاستثمارية التي تتم بالتشاركية مع المزارعين بهدف تحسين إيرادات البلدة أول ما بلشنا مشروع زراع سمك الكرب المشروع مولته وزارة الدارة المحلية بدعم المحافظة طريق المشروع كان قيمته 35 مليون اشتغلنا بسن الماضي والمشروع تقريبا بلشنا بإصبعيات صغيرة يعني ما في قرام قرامين حاليا الحمد لله وصل وزن الفرق للكيلو المشروع السمك رح نطوره نحن ما قمنا بإعلانه أو بيعه أو شي رح نطوره لو مشروع زرع يعني إنتاج إصبعيات عملنا بركة ثانية طبعا في بركة ثانية بدنا نشتغل عن موضوع أن نشيل أميات من هاي البركة نحطها بالبركة الثانية ونشتغل على موضوع إنتاج إصبعيات ونشتغل هون بالمنطقة ندعم الفلاحين اللي بدان يقوم بهاي المواضيع مشروع تربية النحل مشروع جديد في بلدة الاعتيبة بدأ بعشرة مناحل وهو بحاجة لدعم ليتطور أكثر بدنا وزارة الزراعة والمعنين بهذا الموضوع يساعدونا يقدمونا مثلا طرود نحل جديدة أو ميات جديدة قوية ويقدمونا صراديق نحل وما نعاني من نقص شمع الأساس بالسوق ما أنا ما نلاقي وما نعاني من غلاء الصناديق والإطارات طبعا نحل مشاريع زراعة القمح في البلدة من المشاريع الأساسية ولكنها لا تستفيد من مياه نهر بردة في الري ما زاد من معاناة المزارعين حرمانهم من المازوت الزراعي بسبب مشاريع الطاقة ما أثر على الإنتاجية السنة اللي عنده طاقة مثلا ما وفروا للمازوت أو منعوا من المازوت طيب الطاقة مثلا زراعة القمح بالشتوية بالشتوية بتعرف أن الجو كله غائم يعني الطاقة ما بتشتغل بشو بده يشتغل الفلاح بده ما زود يشغل تسعة مشاريع زراعية استثمارية تعتمد عليها بلدة الاعتيبة التي تعد بلدة زراعية بامتياز حيث أمن مشروع صبعيات الأسماك 20 مليون ليرة سورية لصالح البلدية بالإضافة لتشغيل 15 يدا عاملة لذلك سيسهم هذا المشروع وغيره من المشاريع الزراعية بتحسين وتطوير الواقع الخدمي في البلدة ترجمة نانسي قنقر